مشيو؟ مشيو ازاي؟ قصدي مشيو امدى؟ ما بقى لهمشو عشر دقايق اول ما خرجوا عن طريق بيه مشيو على طول تيبقى اكيد مالحقوش يخرجوا من المحكمة حضرتك ممكن تكلمهم عن الموبايل على ما روحش افهم بصورة تاني يا فاطمة عليها بنتي اللي هواجة دي؟ هما يعني هاجروا استراليا ما كلها ساعة زمن ونتلموا كلنا في بيت واحد علش يا دكتور تلاقي بس فرحة خليتهم يا بنت انت بتقصارها قوي كده ليه؟ طيب تصدقى هم عملوا فيا كده جميل اصلا لو كنت لحقتهم كان لازم اروح معاهم انما انا دلوقتي منتعش كده ومنتشي وليه مزاج ان انا اوصلك واضرب مع جدك واحد قرفة بالجنزة بيه بجد يا دكتور ده يفرح قوي بالمفاجة دي قولنا انت اوانتجية وبكاشة زي ابوك الله ارحبه بالزر ليه بقى والله اللي بقول الحقيقة بس هو عاكون حضرتك دكتور سليمان دكتور سليمان العيراني ايو انا انا فل طاري بيه رئيس نياب عز حضرتك اهلا وسهلا اهلا اهلا انا دكتور سليمان اهلا بيك فل قهوة حضرتك عريحة بن محاوض ولا حضرتك عبلت المزاج ايه الحكاية مش شوال حاجة طب حضرتك تفضل الاستراح وانا هفهمك كل حاجة شكرا قهوة عريحة من البن بتاعي يا عالي بسرعة تحت عمرك يا باشا ولا ايه رأي حضرتك فيه مطعم قريب من هنا بيعمل كل حاجة تحب نأجل القهوة وانا باعت نجيب لك طاجن عكاوي النمى ايه مالوش حل اهلا هو ايه الموضوع ههههه ههه ههه هفهم حضرتك سنة خمسة وتسعين كان فيه راجل طيب لابس جلابية حلوة كده وقاعد باش ودورة كان بدوره في بلد فلاحين وفجأة سمع صوت طفلة بتعيط ومش عارف الصوت ده جاي من ايه وقاعد يدور عليها لغاية ما لقاها تايها في الغطل وراه ولاه يا بنتي ايه اللي جابك هنا؟ وغاية ما لغاية 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 ما ل عادتك ده ليه؟ اسم أبو يا مام لا إله إلا الله أبوك اسمو يا حبيبتي؟ عبد أبوام عبد أبوام؟ ما عندناش حد اسمو عبد الطواب في النحياء دي طيب انت بتعرفيش انت من أنهي نحي يا ماما؟ ميت معاند ميت معاند دي خبر أزرق وزاي جيت الحد هنا؟ وخدها الراجل الطيب في عربيته ورح بها قرية ميت معاند اللي كانت قريبة قوي من بلده يا عبد أبوام بسم الله عليكم حاجة عليكم السلام ورحمة الله بقول لك في الحد ما تريد تناجسني معاند واما؟ ايو يا باشا ما حدش يا عزيك اه ها مش دي منتو برضا؟ ايو يا سيدي في الحد برضا كي سيب عيلة صغيرة وحدها لحد ما تعد السكة وتخش في الدرة لا إله إلا الله كلا جاءت سللت منهم من الحسن اللي هم ما فيها أصلي ها والده كان جاء يزور حماته وسر الإله طلع فجر وتجريبا استنيين التصريح علشان يغسلوه ويتفلوه في البلد اللي في رحمة ما درهم فين حالي جود داما كده يا ويب سلامه عليكم ويب سلامه عليكم إن شاء الله يخليك يا أخوي انتنا كنت هفن يا حل قد تدخيرك يا عمدة يجميلك ده فوق دماغنا هم يا عطيه هم عايزين نلحق عايزين نلحق العاصر مفيش وقت يبتل التصريح ايو ما ليه تجيبه هو يلا يلا خش على ربيط عمك الحاجة صغير وانا نجح حصلك استدعي زالة عمكري استدعي 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 دي غايبوبة سكر يا بايم ايو ايو أكيد في حد من مئة معاني تجي لحضرتك في قضية وحكالك عالموضوع ده ما انت عارف دنيا الفلاحين أصلاة صغيرة قوي والأحداث الغريبة اللي بتحصل لهم قليلة فبيعودوا بقى يلدته ويعجينوا فيها الحد يوم الدين طب حضرتك فاكر بقى لما رجعت الميت بيت حماته وفوقته من الغيبوبة وطلعت على دكتور الصحة اللي كتاب له التصريح في مكتبه ورقعته علقت موت والناس حب التوجب معاك وتردرك الجميل طلبت منهم ايه؟ طاج العكاوي طيب يا دكتور يعني فاكر كل ده وفاكر الطاجن ومش فاكر الوادي الشاق اللي كان بيلعب قدامك وانت بتاكل ووقع الطاجن كله في حجرك مش ممكن انت الوادي روقة ايوة الوادي روقة ابناخو عبتواب الميت قصدي اللي كان ميت وصحي شفت الدنيا صغيرة ازاي يا دكتور طب ما انا عمري ما كنت حفتكرك يا روقة اه قصدي يا روقة بيه شكل اتغير كتير؟ مش الفكرة اصلا كل اللي فكره من القعدة الظريفة دي ان امراض عمك كانت حلوة حبتين